قال الإمام النووي رحمة الله عليه باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية ما هو الإخلاص؟ هذا معنى عظيم جداً كل أعمالنا تتوقف على تحقيق هذا المعنى وتجاهل هذا المعنى يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا هباء منثوراً لذلك دائماً ما يبدأ العلماء بمعنى الإخلاص لأهميته العظمى وغفلة الإنسان عنه الإخلاص من التصفية والإنقاء تقول أخلصت اللبن إذا أزلت الشوائب منه فجعلته لبناً خالصاً تقول هذه الهدية خالصة لك أي لا يشاركك فيها أحد من هو المخلص؟ المخلص هو الذي لا يبالي لو ذهب كل قدر له من قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله وهو الذي لا يحب أن يطلع البشر على مثاقيل الذر من عمله لماذا؟ لأنه لا يبالي بهم أصلاً هو يحب لهم الخير لكنه لا يعمل من أجلهم هذا هو المخلص الذي يعمل لله ينعم ويرتاح الذي يعمل لله ينعم ويرتاح والذي يعمل لغير الله يشقى ويتعد لماذا؟ بدل أن تعمل للناس اعمل لرب الناس بدل أن تعمل للضعيف اعمل للقوي بدل أن تعمل لمن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا يملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً اعمل لمن بيده خزائن السماوات والأرض بدل أن تعمل لمن لا يملك لنفسه فتيلاً ولا نقيراً ولا قطميراً ويقدم مصالحه الشخصية على حياتك المصيرية اعمل للمحسن الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك عندما تخلص ترتاح ولا تبالي بالناس هذا هو المخلص ومع سهولة المعنى ومع أنه يحقق الراحة في الدنيا لأنك تركز على هدف واحد وهو رضا واحد وليس رضا الخلق لأن رضا الخلق غاية لا تدرك ولا تطلب هي لا تستحق أن تطلب وحتى لو افترضنا أنها تدرك لا تستحق أن تطلب لماذا؟ لأن الناس إذا نسوا الله مع ما أنعم عليهم هل يتذكرونك؟ إذا نسوا حق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكل حياتي من أجل إشعال هذا المصباح ليضيء لهم طريقهم إلى الله هل أنت بالنسبة لهم تعد شيء يذكر؟ نحن قد يمدحونك اليوم ينسونك غدل لذلك هم لا يستحقون أن تعمل من أجلهم ومع بساطة هذا المعنى وجماله إلا أن الإنسان وصفه الله كما وصفه الله ظلوم جهول إنه كان ظلوماً جهولاً فهو يغفل عن هذا المعنى ويعمل للناس لذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه باب الإخلاص وإحضار النية استحضار النية كثير مننا يغفل يركز على العمل وينسى النية النية أهم من العمل لأن صلاح النية وإخلاص النية يحول العادات إلى عبادات وفساد النية يحول الطاعات إلى سيئات لذلك يقول سفيان الثوي رحمة الله عليه ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي رحمة الله عليه هذا سفيان الثوري يقول ذلك إمام زمانه إمام التابعين يقول ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي وحين سئل سهل التستري رحمة الله عليه ما أشد شيئاً على النفس قال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب يعني يقصد نصيب دنيوي كل نصيبها أخروي تريد لقاء الله تريد الجزاء عند الله ولا تريد الناس أشد شيء قال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب ويقول أيوب السختياني رحمة الله عليه تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال تخيل انظر إلى الشيطان كيف يتسلل ليفسد نياتنا ويحرفها عن مقصدها التي هو التي أهم من العمل نفسه لذلك أقول أيوب السختياني رحمة الله عليه ما صدق عبد قط فأحب الشهرة مستحيل هذا غير صادق يحب الشهرة يتزين بالمظاهر الدينية حتى يقترب من الفئة الفلانية أو من الجماعة الفلانية أو من هذا الشخص الذي يحب الدين وأهله فيتملق يتملق إحباط للعمل ما صدق عبد قط فأحب الشهرة لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه نسائب إسنادل حسنه العراقي والصحاو الألباني إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه لذلك يقول عبد الله مبارك قل لمن لم يخلص لا تتعب قل لمن لم يخلص لا تتعب لماذا؟ لأن عملك سيحبط فلماذا تتعب؟ صحح النية تصحيح النية أهم من العمل نفسه لذلك انظر انظر إلى هذا السمو الإيماني الذي بلغه هؤلاء الأئمة العظماء يقول شافعي رحمة الله عليه كلام عجيب يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم يعني عندما كتب كتبه وأودعها علمه قال وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء تخيل انظر إلى هذا الإخلاص ويقول رحمة الله عليه وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه يعني لا يريد يقول لا أتمنى أن أفحمه وألزمه الحجة أتمنى أن يكتشف الحقيقة بنفسه حتى لا يكون لي عليه غلبة عظماء لذلك يقول عندما سئل حمدون بن أحمد ما بال كلام السلف هنا السر ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضى الخلق هذا هو السر نحن نتكلم حتى يرى الناس فصاحتنا وبلاغتنا نحن نتعلم العلم ليقول عننا الناس علماء حكاماء نتعبد الله ليقال عننا عباد هذا هو الفرق هذا هو السر الذي جعل هؤلاء العظماء بلغوا هذا السمو الراقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه غني كأن تقول هذه الهدية لك ولفلان لا 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 اجعلها لفلان أنا لا أغنى الشركاء عن الشرك تخيل شابا قويا وسيما غنيا فيه كل الصفات الجميلة يجلس مع زوجته فمر رجل قبيح سيء الخلق كسيح فقير فتبعته الزوجة ببصرها مبتسمة معجبة وتركت زوجها ما هي ردة فعل الزوج تركتيني وأنا الذي أغدقت عليك بالعطف والحنان وأنواع الإحسان ونظرت إلى هذا الرجل قد يطلقها لماذا؟ لأنه يأنف أن يشاركه أحد في قلبها لله أغير على قلوبنا من هذا على زوجته الله أغير على قلوبنا من أن يشاركه فيها أحد من أن يشاركه فيها أحد وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري عندما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو اختلاص يختلسه الشيطان من صلاة العبد تخيل إنسان مختلس يختلس يسرق مالك خفية فيأخذ منه الشيطان يفعل بالحسنات هكذا عندما يدعوك إلى الالتفات في الصلاة فإذا كان هذا جزاء من يلتفت بوجهه في الصلاة فكيف بمن يلتفت بقلبه عن الله جل في علا يقول أنا الخير بيدي جنتك بيدي لماذا تلتفت إلى غيري لماذا تتعبد ليراك الناس كم تمنيت فأحسنت المقال وفعلت الخير جهرا ليقال فإذا واسيت يوما سائلا أطلب الشكر عليه ليقال وإذا ما صمت يوما صائفا أشتك الجوع عشيا ليقال وإذا قاتلت يوما كافرا أبتقي الذكر عليه ليقال وإذا صليت والناس معي أتأنى في صلاتي ليقال وأنا في خلوتي أنقرها حيث لا أخشى عليها أن يقال عملي عجب وصنع ورية يا لها من عثرات لا تقال فاهجروني واطردوني عنكم إن أحمالي وأوزاري ثقال أسأل الله تعالى توبة خالص الصدق له لا ليقال